حتى بدم لا تصالح ولو قيل رأس برأس أكل الرؤوس سواء أقلب الغريب كقلب أخيك أعيناه عين أخيك الجرح لا يزال مفتوحا في قلب عالم مريض يسكننا بأهاته جرح لا يزال يبحث عما يضمضه ليعيد الجسد العربي سليما معافا فمتى تعود فلسطين الحرة الأبية التي اختصبها الاحتلال الإسرائيلي في الخامس عشر من مايو عام 1948 بالهجوم على بلدات وقرى ومدن فلسطين لإبادتها ودب الزعر في سكانها لتسهيل هجرات اليهود إليها فيما بعد سبعون عاما مضت على فصل جسد الأمة العربية عن روحها فلسطين ولا تزال النجبة مستمرة تذكرنا في كل عام بمجازر وخسائر حفرت أثارها بالدماء في قلوب العرب بعد هدم أكثر من خمسمائة قرية وتدمير مدن فلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية واستمحاولات لتدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية لتمسي الهوية العربية الإسلامية لموطن أولى القبلتين وثالث الحرمين رغم اتفاق المؤرخين على اعتبار الخامس عشر من مايو موعدا لذكرى النجبة الفلسطينية فإن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير الهوية العربية بدأت منذ ما عرف باسم هجرات يهود أوروبا في الفترة ما بين عامي 1882 و 1947 حتى بات المستوطنون الصهايين يمتلقون ما يقرب من عشر بالمئة من الأراضي الفلسطينية حصيلة ذكرى النجبة تفوق الدعاءات اليهود عن تهجيرهم وخروجهم من أرض المعاد المزعومة فقد نتج عن النجبة الفلسطينية تدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية بالكامل وتهجير 780 ألف مواطن فلسطينية لا تزال أزمتهم مستمرة إلى يومنا هذا فإلى متى تستمر النجبة العربية؟